السلام عليكم ومرحبا بكم إخواني في درس جديد على قناتكم استفهام عام كلنا نعلم أن النيتش يجب أن تتحقق في هذه الشروط ليكون النيتش مربح ويستحق الاشتغال عليه أولا منافسة قليلة ثم أن تكون نسبة البحث كبير عليه وكذلك الكتب المرفوعة في الصفحات الأولى تحقق مبيعات كبيرة أما بالنسبة للمنافسة فأمازون تظهر لنا هذه النسبة من هنا وكذلك هناك امتدادات أو أدوات مجانية يمكنها أن تظهر البسائر الخاص بهذه الكتب في الصفحات الأولى لنتأكد من أن فعلا هذا النيتش يباع في الصفحات الأولى لكن الأهم هو ما هي نسبة البحث على هذا النيتش وهذه الخاصية الكثير من المواقع تقدمها لنا لكن تكون مدفعة للأسف كهيليومتين وبوكبولت وبعض البرامج الأخرى لكن اليوم إن شاء الله وحصيا على قناة استفاهم عام سأريكم هذه الأداة أو بالأحرى الموقع الذي سوف يمكننا من إظهار نسبة البحث على كل نيتش على حدة مجانا وبالتالي من الآن فصعيدا لن يضيع وقتنا وجودنا سودا في إنشاء النيتشات التي لا تأتينا بمبيعات لكن قبل البداية إخواني لا تنسوا الاشتراك وتضعوا الجرس ليصلكم جديدنا أول بأول إذن إخواني سأقوم بتجربة هذا النيتش فبنسبة لهذا النيتش نلاحظ من هنا نسبة المنافسة على هذا النيتش يعني عند رفعك لأي كتاب في هذا النيتش سوف تكون المنافسة كبيرة جدا يعني 30 ألف كتاب ينافسك في هذا النيتش لكن رغم أن هذا النيتش عليه منافسة كبيرة لكن الذي يحدد لنا هل هذا النيتش يمكننا الاشتغال عليه أو لا وهو نسبة البحث فمثلا سوف أأخذ هذا النيتش أقوم بنسخة وأذهب إلى هذا الموقع الرائع وهذا هو الموقع الذي تحددت عنه سابقا زونجورو وهو الذي يعطينا نسبة البحث على هذا النيتش فأأتي إلى هنا ثم أقوم بنسخة النيتش وقوم بالبحث نقوم بالتسجيل في الموقع إذن هنا يظهر لي الرائع من هنا ثم الأهم هو نسبة البحث على هذا النيتش في آخر شهر إذن 66 ألف هي نسبة البحث على هذا النيتش والمنافسة هنا لدينا كما رأينا سابقا 30 ألف كمنافسة إذن رغم أن هذا النيتش عليه 30 ألف كنسبة للمنافسة لكن نسبة البحث تبقى كبيرة جدا إذن يمكنك وضع بعض النيتش في هذا النيتش وكلما كانت هذه النسبة كبيرة وكانت نسبة المنافسة قليلة إلا وكان هذا النيتش جيد للغاية أما بالنسبة للصفحة الأولى فهو يحقق مبيعات كبيرة لاحظوا معي إخواني عدد الريبيوز التي يقدمها الأشخاص الذين قاموا بشراء هذه الكتب فتلقائيا تعلمون أن هذه الكتب تحقق مبيعات كبيرة لاحظوا هنا البسائر الخاص بهذا الكتاب وهذا وهذا يعني هذه الكتب تحقق مبيعات فلكية إخواني الكرام وحتى تتضح الرؤية إخواني سنلتقل إلى نيتش جديد ها هو النيتش لاحظوا معي عليه منافسة قليلة جدا لكن الذي يظهر لنا أن هذا النيتش جيد أم لا هو الموقع سوف أقوم بالدهاب الآن وأقوم بنسخ النيتش لاحظوا معي إخواني الران كبير لكن المشكلة هو أن نسبة البحث على هذا النيتش تبقى صغيرة فلاحظوا رغم أن المنافسة قليلة ألفين كنتيجة لكن المشكلة هو أن نسبة البحث هي خمسمائة وستة وتسعون إذن سوف تكون منافسة كبيرة ولا يمكننا المنافسة على هذا النيتش وأخيرا سأنتقل إلى هذا النيتش لاحظوا معي إخواني نسبة جيدة جدا كمنافسة يعني صغيرة ويمكنك المنافسة على هذا النيتش لكن المهم هو أن نبحث عن نسبة البحث عن هذا النيتش نعود إلى الموقع ثم أنسخ النيتش هنا ننتظر قليلا إذن إخواني لاحظوا هنا لو سيرتش ووليوم إذن هذا النيتش ليس عليه بحث كبير وبالتالي لا يمكننا الاشتغال عليه وكختاما إخواني أريد أن أعطيكم بعض النصائح المهمة والتي إن قمتم بتثبيقها فكونوا على يقين سوف يكون لكم إن شاء الله نصار ناجح في أمازون كدبي فبنسبة لهذا الدرس دائما قبل البداية في أي نيتش حاولوا أن تقوموا بمقارنة نسبة المنافسة مع نسبة البحث على هذا النيتش كما شرحنا هذا سابقا في الدرس ثم تاني شيء هذا مجال مجاني إذن أي مجال كان مجاني اعلم أخي الكريم أن تمن الدخول إلى هذا المجال هو الاستثمار في وقتك التعلم خطوة بخطوة وكذلك رفع التحدي ورفع كتب كثيرة دون ملل والأهم تجنب أن تقعوا في أخطاء تسببوا في إغلاق حسابكم كالكوبيرايت وترادمار وعند رفع أي كتاب تحققوا من أن النيتش جيد ودائما إخواني تذكروا أن السبب هو العمل لكن الرزق بيد الله لذلك لا تيأسوا ولا تقنطوا من رحمة الله وإن شاء الله كلما كان الإنسان مجديدا إلا وجازه الله عن إجتهاده فحاولوا ثم حاولوا ثم حاولوا فلا نجاح إلا بعد خسارة ولا أقوف إلا بعد سقوط وفي الأخير إخواني إن أعجبكم الفيديو لا تنسوا الضغط على إعجاب ومشاركة الفيديو مع الأصدقاء المهتمين بالمجال وإن كانت أخي أختي هذه أول زيارة لك القناة فلا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلك جديدنا أول بأول ترجمة نانسي قنقر